اشتركوا في القناة بينك انتبار وبينه ما لقى عليك شيء من السوق سامحنا يا ربي لأنه مننسب كل الأمور الغلط بحياتنا لقلك ومنشوف حالنا بكل شيء صح وكأنه نحن المرجع ضيعناك يا رب وضعنا عن طريقك صرنا منوقف قدامك يا رب مثل بيلاطوس لندينك ومننسب أنه نحن وافين قدامك أنت اللي ولدت لتشهد للحق وكل من كان من الحق سمع صوتك سامحنا يا ربي لأنه أصوات الجموع عوقات بتضج بدانينا وبتأثر فينا أكتر من صوت الحية اللي بيصرف بعلبنا وبيضمايرنا سامحنا يا ربي لأنه بيهمنا صارد الناس أكتر من الحية اللي شايفينا واللي لمسناها حتى لو كان في مين يشهد لأله متل ما شهدت مرته لبلاطوس لما قالت له قد تألمت كثيرا من أجل هالبار سامحنا يا ربي لأنه اليوم البراءة عم نقتلى فينا وبالآخرين سامحنا لأنه وصلنا لزمن ونحن اللي وصلنا حالنا لأله صرنا نجعل الأبيض أسود والأسود أبيض كثيرا الأنبياء الكذبة اللي بيسلموك للموت متل ما قيافة ورؤساء الكهنة أسلموك للموت لا لا لأنك شرير بل حسد وغير منك وخوفا على الماد خيرا أن يهلك إنسان من أن تهلك أمة ويبقى الهيكل مغارة لصوص سامحنا يا ربي لأنه ما عرفنا بعد قيمة اللي عملته لأجلنا وبعدنا ما عرفنا الحب اللي حبيته ياه إلنا كل واحد منا اليوم يا ربي بصرخ لك من أعماء قلبي حطيني النعمة لأصرخ لو كانت كل الجمعة بتصرخ بصلبك لأصرخ مع أمك مريم وأمي ومع المرأة الإديسة المجدلية ومع الأمينين الإقلال بين الكتار اللي عم بيصرخوا بصلبك قول أنت ربي وإلهي أنت يسوع المسيح ابن الله مخلص العالم أنت حمل الله حامل خطايا العالم شفينا يا ربي جراحك حررنا بروحك وبارك يا رب كل اللي رح يشاهدوا الحلقة اليوم وبالأيام اللي جاية وأعطي كل واحد منه ملء النعمة والبركة ليعيش يا رب اللي بيرضيك ولا يكون حدك عم بيختار ينصلب على أنه يصلب الآخرين ويعيش حياته بدونك لك كل المجد يا رب هلأ وكل وقت ولدهر الدائرين أمين أخوتي وأخواتي بالرب المتأملين معي بكلمة الله من خلال إنجيل الإديس يوحنى اللي عم ناخد فصول هالإنجيل كلمة بكلمة من بدءه لنهايته إذا رب نعطانا النعمة والبركة لنتابع وثائبة نحن بهالزمن عم نتأمل بأناجيل الألم يلي فيها يسوع عم بيعاني وحلو نتذكر بإنه أسبوع الألم ما نمر بالسنة بحياتنا كمسيحية أو مرتين إذا من عيد شرقي وغربي الألم مستمر بحياتنا طالما فيه إنسان عم ينظلم طالما فيه جهل بفهم كلمة الله وعيشه طالما يسوع بعده بنظر كتيرين تحت الدينونة مش رب اللي بيدينه بيخلص اللي تحت الدينونة بعد الرب يسوع المسيح عم بيصلب طالما من فيه فضل قيسر وخيرات الدني على الله ويقول لا نريد هذا ملك أطلق هذا أعطينا قيسر أو أعطينا برعبة مدام فيه من بيفضل خطيطه على الله اللي ممثل ببرعبة رح يبقى أسبوع الألم دايم بحياتنا ياريتنا نعيش في صحي المسيح اللي فيه منعبر معه من الموت للحياة ومن الأرض للسماء ومن الحياة الوقتية للحياة الأبدية اللي بتبتدي ساعة نقبل ملكوت الله بداخلنا لهيك الإنجيل هو موقف نغضب حياتنا يام نكون مع الرب وعلى مثال الرب عم نصلب وننهان لأجل الرب يسوع ونحن عم نعمل البر وطوبة لألنا حسب كلام الرب طوبة لكم إذا عيروكم وافتروا عليكم واتهدوكم بكل سوء من أجل كاذبين فرحوا وابتهجوا أجلكم عظيم في السماوات وبكلام الرب اللي قال ليس التلميذ أعظم من معلمه وبكلام الديسبورس اللي قال كتحسبنا مثل غنم للزبح ونساق كل يوم للموت ومع ذلك نغلب بالذي يحبنا إذا كنا فعلا مسيحية ومنفتخر لا بقوتنا ولا بزكائنا ولا بمالنا ولا بأي شيء تاني ما نفتخر فليفتخر بالرب ومنفتخر بصليب الرب حاشة لي أن أفتخر إلا بصليب ربي يسوع المسيح الذي به صلب العالم إلي وأنا صلبته للعالم لهيك اليوم تأملنا بإنجيل الديس وحنة بالفصل نحن اللي نتأمل فيه 18 والآية 28 وما بعد اللي رح نقراه وجود يسوع أو وقوف يسوع الدم بيلاطوس ما هي إلا إذا بتكون قصة بحياتنا كل يوم تتكرر وواقع مش قصة صارت مرة بالتاريخ لما يسوع في الدم بيلاطوس وحكم عليه بالصلب لأنه القصة بحياتنا دايما دايما الأوقات مثل ما شفنا السلطة الدينية الممثلة بقيافة الممثلة برؤساء الكهنة حنانية وجماعة الكهنة ومجلس السنهدرين اللي حكم على يسوع بأنه مجدد وليس المولة بيلاطوس الجريمة بتبتدي دايما من بيت الله اللي منهم أحباؤه هذا اللي قال عنه الإنجيل إديس وحنة أتى إلى خاصته وخاصته ولم تقبله أما الذين قبيلوا فقد أعطهم سلطان أن يصير أولاد الله ومين اللي عم يصلبه هدول اللي بتدعو نحن أولاد إبراهيم وما كنا عبيد لحدا ويسوع لهم كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة وإذا ما حرركن الإبن أنتوا بيصيروا حبدا أحرار هن اللي عم سلموا يسوع للموت ولمين للدولة الرومانية اللي هن بيكرهوه وهن ما بيطيئوه عم سلموا رب الهيكل إله ما قالوا أصلب ملككم صرخوا ليس لنا ملك إلا قيصر تلك النفاق تلك الكذب الوسني عم بيخصوا الإيدي وهن عبولوا دمه علينا وعلى أولادنا رح يقولوه لهيك مشكلتنا بعد عم تتكرر بعبتدي بحالي أنا كخوري ما بدي أقول رجل دين لأنه أنا ما عندي دين أنا عندي شخص يسوع المسيح المديون لعله بكل حياتي وشو ما عملت قليل عليه وساسا ما في شي بكافي اللي عمله الله بماذا نكافي الرب عن كل ما أحسن به إلينا غير إني أقبل كاس خلاص كاس الخلاصي أقبل وباسمي الرب أدعو غير إيك أنا شو بمتلك ورغم شي نحن اللي مندعي نحن حاملين الله نحن اللي عم نسلم الله للرئاسة الزمنية لما نشوفه المسيحيين اللي كان كهن اللي كان أساقف اللي كان متاركي اللي كان اللي شو ما بتكون ما عم بيعيشوا حسب الإنجيل كيف بده الشعب يعيش بحسب الإنجيل وكيف في البره بده يشوف المسيح فينا طالما نحن عم نسلم يسوع للموت للأمم ونحن اللي عم نبين أنه يسوع ما نقل كل شي بحياتنا لو كان يسوع فعلا كل شي بحياتنا مثل ما كان للإديسين من بيناتهم الإديس باصيليوس اللي قال له كل شي ما بيقدر يبقى يبقى المسيح عني قال له الموفد لأمبراطو أنا بحياتي ما أشوف واحد مثلك قال له أنا أكمل تقيت بإسكو في مسيحي نحن بحاجة اليوم لمسيحي يسوع عنده بيقول مع ماربولوس كل العالم ما بيفصني عن المسيح لا حياة لا موت لا ملايكة لا شدة لا سيف لا خطر بس مع كل أسف نحن الرجال دين عم نسلم المسيح للموت لرؤساء الزمنيين بتصرفاتنا نحن منتقاتل على الكرسي مش غريب ان يتقاتلوا على الكرسي لما نحن ما بنحب بعضنا مش غريب انه ما يحبوا بعضهم إذا نحن ما عم نعبى اليسوع على الله بنخسر لأجله كيف بنطلب من العالم يخسروا لأجله وكيف نشهد للمسيح طالما نحن عنا نشهد لذاتنا ولما صالحنا قبل ما نشهد لأله كيف ممكن نوصل الله للآخرين والآخرين اللي هن المسيحية يدوين يقلو لكل العالم ونحن الرعاة إذا كنا الملح صرنا زئاب خاطفة كما بقول للإديس بولوس بيوداعه بيميلتوس لكن نرجع للإنجيل والإنجيل هو الحكم بيقلنا وغوف يسوع من بيلاتوس وجاءوا بيسوع من عندي قيافة إلى دار الولاية من وين؟ من الهيكل رب الهيكل عم يسلم للأمم وأنا يا ما عم بسلم الله أنا ما بدي أحكي عن قيافة ولا عن حنانية لأنه أنا بعرف قلبي أنا أبونا بولوس بغارة لصوص وبعرف بحياتي وبموافي قديش بسلم الله للموت قدام السلطة الزمنية بعرف لما بستحي بيسوع كيف بسلمه للصلب وانسحى بيك قدام الناس بعرف لما بستحي أقول الحقيقة لأنه بتعمل مشكلة بفضل التجي للكذب ويسوع اللي ليكون كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك ومش شرية بعرفني عم بأخذ طريق الشرية مش طريق الله بعرف لما ما بقول الأبيض أبيض واللي أسود أسود أنا عم بأخذ طريق رمادية هذا الطريق ما بيرضي الله بعرف لما بكون إيماني وسط لا بارد ولا حار بيقلي بصفر الرؤية أو شكت أنا أتقيأك من فمي ليتك كنت حارا أو باردا لكن بما أنك فاتر بعرف لما بنغش بأعمالي اللي عملتها بالماضي وبنسى الحاضر وكأنه عملت رصيد مع الله وأنا بصرف منه وهلأ بعيشها زوئي بعرف كيف ضيع الله فتب بسمع صوت الرب اللي عود إلى محبتك الأولى لألا يخطف أحد كليلك أنا بعرف كل هالتعثير لايك أنا ما بستغرب اليوم إذا المسيحيين كتيرين منهم وأنا أولهم ضيعنا المسيح وأسلمنا للأمم لايك الأمم اليوم شو بتعنيه إذا قالت له يسوع نبي أو الله طالما هو مش فرقة معه كان نبي كان الله لا بيقدم ولا بيأخير شو بتفرق معه اللي بيحكيني باسم مسيحيتي طالما ما بتعنيه مسيحيتي إلا بموسم انتخابات ما بتعنيه أكثر من مربح وسربة ومركز مثل ما كانت تعني يهوزة وررسل قبل العنصرة أمتى بتصير ملك وترد الملك لإسرائيل يطلع لنا وزارة ويطلع لنا نيابة أو مثل بطرس عم يسأل ونحن تركنا كل شيء وطبعناك شو بيطلع لنا شو بيعنيه للمسيح المتألم شو بيعنيه للمسيح اللي جاي يخلصني من الخطيئة طالما أنا والخطيئة من التفقين وأنا لم تقع مشكلة مع الخطيئة وأنا لو كانت صليل ق لأ أكبر دجال لأنه أنا لا أخفر كما يخفر الله ولا أحب كما يحب الله ولا أسامح كما يسامح الله أنا أشبه بالعبد اللي سامحه سيده بالكثير وبطلع بيبسل أخواني يقر فيه وبدو يخنق لأنه إله معه القليل لهيك اللي نجيلي ووقفة حيا مش بلاطس اللي يهود فقط سلموا له بلاطس ليقت له أنا ياما سلمته لأمثال بلاطس وياما كنت يشبه وسائل كهنة وخيافة وجماعتهم خوفي على الحجر أهم من البشر وخوفي على الحرف أكثر من خوفي على الروح بتابع الإنجيل وكان الصبح بدع إنهم لم يدخلوا دار الولاي ليش ما دخلوا لأنه ابتدى يوم السبت وإذا دخلوا بيتنجسوا يوم الجمعة بتنجسوا إذا دخلوا ما فيهم يدخلوا بدي يقول فصحة يوم السبت اللي بيبتدي بصلاة الغروب ولهيك ما بدروا يدخلوا لأنه هذا بيت واحد وسنة مش مخطون قديشنا منافقين منوقف على الحرف ومنبلع على الجمل مثل ما قالوا يسوع بتصفوا الماء من البعوضة وبتبتلعوا جمل خايفين يتنجسوا إذا دخلوا لبيت واحد وسنة بس مش خايفين إنه إذا دموا الله سفكوا ما نوخايفين إذا تلو إنسان بريء وهنين بيعرفوا إنه بريء وقالوا إنكوديموس كيف أمتنا ما بتحكم على إنسان لم تجد عليه إلا وشاف رؤيس الكهنة وإنه حلفوا وشاهدوا كل الناس فلم يجدوا عليه شيء فإذا كيف ضميرك عب يسمح لك تشتري إنسان بثلاثين فضة وتبيعه للموت وما بسمح لك تدخل البيت واحدة لحتى تحكم عليه بالموت وإنت اللي عب تسلموا للموت كانوا منحب نشتغل دايما من وراء البرادي دايما منحب نعمل خطيانة وكل شو منتهم الآخرين وكانوا إذا هلأمر مش عند الناس بيمش عند الله خلق فاحث القلوب والكيلة وعمل هذا الشيء قبل هالمرة الملك داود لما زنم عبادة شابح وقدام الناس ادعى البرارة بس قدام الله كانت حييته مكشوفة لهيك الطري الدم ويبكي ويقول يرحمني يا الله كعظيمي رحمتك من تابع بالإنجيل وبيقلنا الإنجيل فخرج بلاطس إليهم إن ما دخلوا خشية أن يتجسوا فيمتنعوا عن أكل الفصح وإنهم عم بيصبحوا الحمل الفصحي الحمل المسمن الحمل اللي راح ينساء للدبح كشات لم يفتح فاه اللي ألقى الرب عليه أسامنا كلنا نحن اللي كنا ضللنا كغنم كل واحد منا مال عطري وأجرب خلصنا من ضعفنا ومن شردانا بجرحه شفينا فخرج بلاطس إليهم وقال لهم أي شكوة توردون على هذا الرجل شو ألقون على هالرجال؟ تعرفون أنه بلاطس كان بيعرف أنه عنده جواسيس وعنده مقابراته وبيعرف أنه يسوع ما عمل شي سيء بيعرف أنه يسوع ما حردون ضد روما حردون ضد الخطيئة يمتنعوا عنها ودعاه أن يصيروا أحرار بيعرف أنه يسوع ما كان عنصري يعني كان بيقبل يدخل بيت قائد مئة عندما يخاف أنه يتنجس بيعرف أن يسوع كان أكبر من الشريعة وعلى أنه مات وقف يوم الثبت ما يعمل معجزات ولا تلميذ يفرقوا السنابل وياكلوا لأنه الثبت جعل للإنسان للإنسان للثبت ولأنه يسوع جل يخلص ما قد هلك من كل البشر ولهيك لقبوا من البشر كان في هالشياء هيرودوس بلاطس مش غيبين عنهم لهيك قال لهم أي شر فعل؟ أجابوا وقالوا لو لم يكن فاعل سوء لما أسلمنا إليه شو كذابين منافين؟ خلي يقولوا شو السوء اللي عمله شو السوء اللي عمله الرب ويسوع تحداهن قبل هالمرة قالوا من منكم نثبت عليه خطية أنا بلكن شو الشر اللي عمله ونحن بعدنا عم نحاكم الله عليه هو بيحبه لنهاية ونحن حبنا محدود هو بيخفر ونحن بنعد الغفران ضعف هو بيبذل ذاته ونحن بنعد هدي طضيع وقت هو يعطى كل شي لإنسان نحن بنخاف نعطي كل شي لالله لهيك نحس حالنا من نقده هو تعلق الصليب نحن مش مستعدين نطلع الصليب هو شهوة أنشتان يأكل الفصح اللي بده يبذل دمه فيه نحن بنشتهي موتو الآخرين وقدامنا ويهبروننا ويصرخوننا يا ريس ويا زعيم ويا ما بعرف شو يمشوا قدامنا أكيد هو نور ونحن عملنا فعلة بالظلام هو طهارة ونحن نجاتي هو كلمة حق ونحن فيلمة كذب ونفاك ولوفاكي هو معرفة السياسة الأبيض أبيض أسود 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 والحيا حيا نحن عنا كل الألوان كيف بدنا نلتقى فيه وهو جاي من العالم اللي بيرفعنا ونحن بدنا النزوي عم نعمله مثلنا اللي جاي من فوق شاهدته أرفع من الكل والأرضي كلامه أرضي ونحن جاي شاء الأرض وكلام الأرض وروح الأرض لا هيك لا هيك بيلنا الإنجيل وبيتابع أي شاك أعجابه لو لم يكن فاعل سوء لما أسلمنا إليك فقال لهم بلاطس خذوه أنتم وحكموا بأمره بحسب ناموسكم لشو جايبينه لعندي أنتوا لعب تحددوا أنه سيء وانتوا لعب تحددوا أنه شرير خذوه أنتم وحكموا عليه ليش كنت حبثوني عبر التاريخ أنا اللي صلبته وانتوا المتأمرين عليه ويسوع قال له لذلك الأسلمني إليك ستشوفها بعدين فعلى خطيئة أعظمة منك وقال له بلاطس قال له علي أنا يهودي أنا شو دخلني إمتك ورساك كانك أسلموك إليك ونحن منسلم المسيح للموت ومنزعل الأمم صلبوه ما أنت سبب صلبوه إن اسم الله يجدف عليه بالأمم بسببكم وبيتابع الإنجيل في قول بقول له حسب ناموسنا لا يبيح لنا أن نقتل أحد كيف تلتوا ستيفانوس كان ناموس كنت هداك لعبة مغيب بس لأنه المسيح بتكون تقتلوه وبتكون تقتلوه بطريقة شنيعة فيها كتير من الاحتكار ما بتكون تقتلوه رجم مثل ما مات ستيفانوس بحزب شريعة موسى كان تكون تقتلوه مصلوب بحسب الأحكام المحتكرة عند الرومان لأن الرومان ما كانوا يصلبوا روماني بيقطعوا لراسه بس كانوا يصلبوا اللي مش رومانية إهانة لياسوه لحتى تعملوه لعنة مثل ما بيقول الناموس ملعون كل من علقه على خشبة بس مع التارين ما عرفتوا لما يتعلق خشبة رح يحول اللعنة لبركة ورح يحول الجلج لأرض اللعنة لأرض النعمة لما يسكب علي دمه هذا كله ليتمه القول الذي قاله يسوع اشار فيه إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموتها فإذن يسوع كان بيعرف وأنا متى ارتفعت وجذبته إلي الكل كان بيعرف يسوع كما حب الله العالم كما رفع موسى الحية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان المسيح بيعرف أنه يسلم لأيدي الأمم فيصلبونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم يسوع عرفه ولهيك جاي يجمع بصليبه البعيدين والقريبين السماء والأرض ويجمع الكلب وحدة حبه بعدني عم تأمل بالإنجيل بس ابتداء من هلأ مفتوحة الاتصالات لمشاركاتكم أرقام التليفون بلبنان قدامكم عم تمرو وخارج لبنان وشركاتكم بتغني البرنامج بذكركم بأنه يوم الجمعة نحتفل بالزبيحة الإلهية ونتشارك فيها بكنيسة الكلدان أو منطرين كلدان الساعة السبعة عشية والأحد الساعة عشرة بكنيسة الديسين بطرس وبولوس بالبطرون رح تابع التأمل بالإنجيل ومفتوح أكيد مجال للإتصالات ولمشاركاتكم بهالوات إذا حابين تشاركونا من تابع التأملنا بكلمة ربنا وبإنجيل الحياة فدخل بلاطس من جديد إلى دار الولاية ودعا يسوع دخل لأنه كان طلع مثل ما حكينا قبل شوي لأنه اليهود رفضوا يدخلوا حتى ما يتنجسوا حسب شريعة موسى لأنه يدخلوا بيت واحد مانو مطهر ودخل لجا مرتين لأنه يسوع دخل صار جوا ويسوع بالنسبة له مش عايش شارك بالفصح حتى لو تنجس دخلوا لجوا ونسيوا بأنه يسوع هو الفصح المقدس واللي رح يبارك بيت بلاطس وكل بيت بيدخله ولأنه أجى لأجل الخطأ مش للإديسين ولأنه بيريد رحمة لا زبيحة دعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود عم بيسأل يسوع سؤال شو رأيكم يسوع ملك اليهود نعم يسوع بحسب سلالته من داود ملك قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل عدائك موطئا لقدميك ويسوع قال له كيف بيدعو داود ربه وهو ابنه وهو شي ما بيصير إلا إذا تجسد من سلالة داود بعدين الملك قال له لمريم إمنا وسيعطيه الرب عرش أبيه داود ويملك على آل إسرائيل إلى الأبد وبيحد الشعلين يصرخوا مبارك الآتي وباء ابن داود فإذا هو ملك يسوع من هالسلالة وكان بدون يقيموه ملك بعد ما كتر الأرغفة والسمكات ورفض ملك بمفهوم الزمني وريبينه قالوا له ليش تعمل عمالك لك فأعملها وكون على أني والشيطان أدام له الملك إذا بتجد لا إليه بعطيك كلمة مالك هالعالم ويسوع رفض للرب إلهك تجد وإياه وحده وتعبد فإذا يسوع ملك سؤال بديه هو ملك هو ملك الملوك هو رب الأرباب هو ملك السلام هو أبو الدهر الآتي مثل ما قدوا نبوات أشعية وهو الملك اللي أجو المجوث مشانه أين المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمه في المشرق وقتين لنجهد له السؤال اليهود بيعرفوه منيح لأن اليهود قيافة وحنانية وكل هالجماعات كانوا موجودين لما ولد اليسوع بحسب عمرهم الكبير وخاصة حنانية وبيعرف أنه أرشاليم تلت طربت وبيعرف أنه هيرودوس الكبير سألون أين يولد المسيح لأنه قالوا هكذا كتب وأنت يا بيت لحم أرض يهوزة لست الصغرى في مدن يهوزة الرئيسية منك يخرج المدبر الذي يرعى شعب إسرائيل فإذن بيعرفوه ملك وبيعرفوه نبواتك عقوب أنه يا رب يعطيه صولجان ولا يكون لهم ملك ينقضاء فإذن ليش كلها الأمور عم بتجاهلوه لأنه رفضوا يسوع يكون ملك عليهم لأنه مملكة الله ليست منها العالم ولأنه مملكة اللي جاي يسوع يزرع بقلوبنا غير المملكة اللي بتتأسسها كراسي من تأتل عليها ولأنه مملكة يسوع فيها خلاص ما فيها مناطحات العيشين نحن لأجلة ومنقتل حالنا ومنذر ذاتنا لأجلة ولأنه مملكة يسوع عجل دخل أرشاليم وديع مطواضع على جحش ابن آتان ما دخل ركب فرص ومددجج بالسلاح لهك في فرق كتير كبير بين مملكة يسوع ومملكة العالم لكن ما بدهم مملكة الله بدهم مملكة العالم ويسوع منه من هالعالم واجل يخلص هالعالم لهك بيتابع الإنجيل وبيقول قال له أنت ملك أجاب يسوع أمن عندك تقول هذا مآخرون قالوا لك عني هالشيء أنت عا بتقوله من عندك أو آخرين مش بيلاطوا شو دخلوا ما إذا كان يسوع ملك أو ما ملك عنده مشكلة يوم يسوع بيعمل ثورة على مملكة قيصر يوم اللي بتمرد يسوع وبيعمل ثورة ضد جنود القيصر أو روما وبيقتلوا بس يسوع بحياته مقتل الإنسان ولا كان متكبر على إنسان ولا تعالى على إنسان ولا شفحاله على إنسان لكن ما عنده مشكلة مع بيلاطوس أجاب بيلاطوس أو يهودي أنا تسألني أنا ملكي قيصر تسألني إذا أمتك سلمتك إلي كيف بدي يقول له واحد أنا المسيحي بتأمن يسوع الله وأنا بحياتي ما أبدل إنه يسوع هو الله فيه كون تقولولي كيف ينشهد للمسيح شخص لا يعرف المسيح وبقول لي أنا لاني مسيحي وأنا أحسن منك عايش كيف بدي يقول له هايدي كيف بدي يقول له واحد بيدعنه مسيحي وبيستحبي مسيحه ويعيش مسيحيته بأبسط الأمور بدي يروح له أنت مسيح لواحد وسني وهو عم بعيش الرحمة والمحبة أحسن مني وأنا بكتفي يا رب يا رب لأدخل ملكوت السماوات وهو عم يكون جاية بطعميه غريبه بيويه وبيعمل كل شي وبقول أنا مسيحي يعني بشو مع مسيحيتي ومسيحيتي لبقول هايك مسيحي بيكفي يسوع وبيقول له بيلاطوس أو يهوديون أنا إن أمتك والرؤساء كهنتك أسلموك آئليا فماذا فعلت أنا ما جبتك اللي جابوك رؤساء كهنتك اللي جابوك المسيحيين وصلوك لهون اليوم إذا اسم الله عبي نهان من ورانا نحن المسيحيين اليوم إذا المسيحي كناس عم تتسكر من وراء قلة إيمان المسيحيين اليوم لأنه فضلنا كل شي على الله ضيعنا الله وضيعنا كل شي شوفوا أوروبا اليوم مع بعمم كلها بس بالقليلة بكتير من بلادها كناس عم تنعرض للبيع ليش لأنه ما بقى فيه من يصلي ما بقى فيه من يعطي الله أولوية اليوم في كتير من رجال الدين مع التري أنا ما عبدافع عن حدا ليش لأنه حولناهم من شهود لأ الله ليستزلموا لناس ليعيشوا حتى لو كانوا عم بيحكوا باسم الله ونحن المسؤولين ما حدا بيقدر غسل إيدي من دم الحي اللي عم نصلبه برجع بذكركم بعرقام التليفون لمشاركاتكم ولأتصالاتكم باخد باخد اتصال ألو 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 أهلا بس بدك تعميم معي وبدك تعلي صوتي ألو أختك بالمسيح أبونا ألو ألو أختك بالمسيح أبونا سامحني يا ربي أنا بلاطو الشهد لعلك أكتر مني يا رب الأرض والسماء تفضلي شو حبة تشاركيني آمين سامح أبونا بالنسبة للإنت كل شيء تقولي طبعا كلامك كله مية بالمية نعم صح احنا نقول احنا مسيحيين بس احنا لا يعني ما ماشينا بالتعاليم ولا لا نسامح ولا نغفر كلها يمعك وأنا يعني أبونا من يشوف يعني بعض من المسيحيين على قولتك ولا مانا ما ما يسامحون ولا يعني ما يمعكوا هكذا الشيء انه يددون انه هم مسيحيين يعني أنا مرات من أصر إيشة من السامحة يقولك شون تسامحين شون تغفرين أقول لي عدا احنا ننويش مسيحيين نعم ما عرف أبونا يعني أقول هكذا ما عرف يعني أنا أتأذكر من أشوف هالشي كي شيء أنا اللي بدي لك يا مانو سهل اليوم كنت عبقولها مشوي أنه نعيش حسب تعليم المسيح بهالأيام الصابحة لكن الأصعب أنه نعيش بالأمسيح ندعي نحن مسيحيين بهالأيام لأنه إذا ما كان يسوع عوتنا مين بيبقى لنا وإذا خصبنا يسوع شو ربحنا طب وإذا حققنا كل شيء بدون الله شو الفايدة ويسوع اللي قال شو بينفع الإنسان إذا بيربح العالم كله وبيحصر نفسه صحيح أنا بدي أشكر اتصالك من وين عم تحتيني؟ أنا بشكر اتصالك من أورب أبونا من وين؟ أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله من يشوفك مرسي تطولي عمرك الله يبارك باخد اتصال جديد ألو 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 إذا عم تسمعوني عبر جهاد ألو بيلاطوس شهد لإلك أكتر مني أنا يا رب الأرض والسماء مين معي؟ ألو 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 عم بسمع أهلا كيفك أبونا؟ نشكر الرب الحمد الله مميح حمد الله ألو مين معي؟ ألو أم معك ماري عطيي ماري أهلا وسهلا فيك شو دك شاركيني؟ أنا عم بحكم معك أهلا عم بسمعك تفضلي ألو أم بسمعك يا ماري تفضلي ما عم بسمعك أنا أبونا ماري وطي صوت التلفزيون وسمعيني من التليفون أه طيب ها وطيته كله أهلا تفضلي عم بسمعك ماري أبونا أنا جمب أسمعك أهلا تفضلي لأن ست ماري مش معك كمان؟ لا ماري صار عنده أختنا برنامج تاني تفضلي أخنا أهلا وسهلا أهلا فيك أنت أبونا يعني شو بدي قلك بعجز قلك أنت لأنك أنت بك تطلع قديس الله يقدرنا كنا مدعوين يا ماري شاء الله لأنه أنا بحب اسمع كلماتك الحلوين اللي بيصبحوا ربهم تسلم لا دائما دائما كلمة الله عتمك الله يصليك نحنا كمان ما نحب نكون هيك نحب ربنا يسوع المسيح أنا بدي إليك أسألك سؤال منهم بيقولوا ما بكونوا بيحبوا لي يسوع أو شيء شوية بيقولوا بيصيروا يقولوا لهم ناروا تعاقزة لعنا أنا كيف هيك بدي كيف بدي أعمل حتى يصير مثلهم أول شيء يسوع ماري ما نولد صغيرة شو ما نقوله بيقولي أمرك الله بيعمل ما هو لخيرنا وإذا لخيرنا يعمل بطريقة معينة ما في شيء بيمنع الله وعمله بس نحن إيماننا فيه بإنه إله عظيم اللي كان شفناه أو ما شفناه اللي كان عمل عجايب مباشرة أو ما عمل بكفي إنه محبته لألنا وعنايته فينا اليومية هيعجوبة دائمة لنشكره كل يوم علي ونعيش بشكره وإذا ما صلي شوفه بيت الجبل التجلي عنا الحياة العبدية كلها لنشوفه ونتمتع بنوره اللي ما بيغرب مرسي يا ماري مرسي لأيلك أبوه الله يخليك وطول عمرك مرسي وأخذ اتصال الله معك ألو 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 سامحني يا ربي أنا بلاطس شهد أكثر مني إنك رب الأرض والسماء هليلويا سبعتين يا نادية أي أبونا تفضل أبونا أحب عندي في التعليق الغيرة على الأخت اللي شاركت تقول صعب إحنا نعيش يعني الحياة المسيحية هستب هذه ظروف الصعبة وبخصوصا نحن عايشين في أوروبا بس أنا أحب أقول نحن نسعى أن نكون مسيحيين حقيقيين نسعى أن نقدم الشهادة نشهد للحق ونكون مسيحيين بأعمالنا بتصرفاتنا ونحاول هذا اللي أقدر أقوله أنا أريد أسألك نادية أنت عم تحكيني من ألمانيا اليوم بس بلاطوس هو اللي أسلم أسلموا الكهنة ورؤساء الكهنة أسلموا يسوع للموت أو نحن ياما عم نسلم يسوع للعالم يوم اللي ما منقبل فيك إله ما منقبل فيك مخلص ما منقبل فيك حياة ما منقبل فيك شهادة ومنسلموا للأمم ومنستغرب ليش أتلوه ونحن نكون سبب اللي أتلنا لأن نحن بالأول من أسلمنا أبونا أقل شيء يوم لأحد نحن نسلمه منه في أغانبيتنا خطة نحن عايشين بأوروبا منه يروح الكنيسة يوم لأحد نعم نادر مما يروحون هذا مؤلقة أقتله هو يحضر وقيف بالذاته لأجلي وأنا مهتمي بغير أمور نحن اللي خلنا العهد ويانو نحن مزيانين يعني مع الأسف الشكل نادية بتعرفي شو اللي بيالي مامتولي بأوروبا حتى عنا بلبنان أنا بتألم كتير كتير لمسيحيين شغلهم ما بيطرون يوم الأحد يكون ضروري عم بيشتغلوا ما أنا إلا إذا حبين بس الربح المالي وخايفين يخطروا يعنو بيحسبوا وهي أنا شو بيقلمني إنو لو في ملك أو رئي جمهوري عاملون عزيمة بساكروا المحل كله وبرقدوا ومنفتخرين والله عم بيعزمنا عجسده ودمه ما عش تعني لنا شيء هدا المؤلم وكأنو ربنا متل كأنو نحن عم نعمل متل ما عمل بلاطس شو بعمل بالرجل نحن ما بدنا هاد بدنا برعبة ليس لنا ملك إلا قيصر لهيك ما قلت ببداية المؤدمة وبترجع بكرة بتسمعي أنا بعرف إنك بتسمعي لما قلت إنو يسوع لا يصلب مرة فقط بالسنة أو مرتين إذا كان عيد شرقي وغربي نحن كل يوم عم نشاهر موت المسيح ومنعليم صلبه ورفضنا لقيامته أكيد أبونا أكيد أنا من كل شيء من أفكر ليس بينه أسعى للمجد الدنياوي أسعى أعبد ليس أعبد يعني خلي أكون أفكر بغير إله اللي سوينه أكبر من الله من يسوع هذا أنا قل أطلبه يوميا أطلبه أنا بدي أشكرك نادية وأشكر ربنا عليك ومرسي على اتصالك أنا بشكرك أنا أخذ أتصال جديد ألو 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 إذا لم تسمعوني عبر التليفون ألو ألو أسعى للمجد الدنياوي أعبد المؤعد يعني خلي أكون أفكر بغير إله أكبر من أول بس دعا بس لأنه دخلت تغريب الموضوع عبما نتعرف مين معي بلاطوس شهد لعيلك أكثر مني أنا يا رب الأرض والسماء مين معي؟ ألو سلام المسيح أبونا أهلا أهلا وسهلا إذا ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني عبر التليفون ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعيني عبر التليفون ألو أوكي بلاطوس بقلبك أبونا بقلبك بلاطوس شهد لعيلك أكثر مني أنا يا رب الأرض والسماء لأنه بلاطوس قال هي دبار أنا مش عبقوله سعاد من كرة سو مين معي؟ أهلا أهلا وسهلا إذا ممكن توطي صوت التلفزيون تسمعوني من التليفون أوكي ماشي ماشي بطي صوت التلفزيون وحكيني عطيفون أنا بيعمل صدى ومعبد بسمعك تفضلي أوكي ماشي سلام المسيح بقلبك بقلبك مين معي؟ سعاد من كرة سو أهلا وسهلا فيك يا سعاد وربنا يباركك يا رب تفضل الله يقدسك يا أبونا كلامك كثير حلوة رجعت كثير ناس ل الله وأنا واحد منهم هليلويا تمجد الرب الله يقدسك نيال اللي بنام فيك يا أبونا نيالي فيكم لما تسمعوا كلمة الله وتعيشه وكلنا نيال نبي يسوع اللي بيحبنا أنا بشوف يسوع المسيح على وجك تسلم الله يخليك يا رب الله يحميك أنا بشكرك من كلها لبي ما حبت شاركيني؟ إذا بتسمح أبونا بدي صلى صغيري منك أنا مريضة سلامة قلبك ويا رب يحط إيده عليك إيد الكله شفا إيد اللي أنهضت الموتة وشفت النازفة وردت الصحة لجسد المخلع تنحط عليك وتردلك كل شي من الصحة والنعمة ربنا يباتي ما منمتك أنا الله يحميك الله يقصك تسلمي أهلك الله يخلي البطن اللي يحملك يسلم ويطول لي عمرك الله يخليك ويخليك الأم ويخلي كل اللي بيحبه يسلم من تابع تعاملنا بالإنجيل يكون صار فيه اتصالات وأنا بشكر كل اللي يتصلوا وكل اللي رح يتصلوا كنا قلنا فازن يسوع عليه إن مملكتي أجاب يسوع عنه ماذا فعلت؟ وقلت ما أحدا بقدر يثبت على يسوع خطيئة أو شي عاطل عمله الرب لحتى يقدر يحاكم الرب أي شر قد فعل؟ هذا جواب بلاطس وهذا جواب لحديت اليوم حتى اللي بيطوضوا المسيحي لا قولوا شي شر نسبوا له كل الخطايا وهو ما في عنده شي من الشر فحاخد اتصال وبرجع بتابع معكم ألو ألو مثل خير مثل نور بلاطس شهد لك جمعني يا ربي أنا بلاطس شهد لك أكثر مني يا رب الأرض والسماء أمين مين معي؟ معك ليلى أبونا ليلى لابنا يباركك على مين اللي حافظتيا؟ شو رأيك باللي إلتو؟ إنت أنا سجلت لها حتى أحفظك شو رأيك باللي إلنا لها هلأ؟ جنين يا أبونا يا أبونا نحن 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 اللي عم نعمل كل الإشياء هايدي يعني ربنا بيدعينا ربنا بيحبنا ربنا بدو إيانا نشهد له نحن لم نشهد نحن يعني كل الإشياء هايدي اللي عم تحكيها كلها مضبوطة إنه أنا شو بدي أعمل يعني إذا وفي خيينا عم بينكروا ربهم مثلاً نعم هذا الشيء أنا ما بحبه أكيد أنا بعرف فيه كثير نحن عنا هون في مسيحيين المناسبات بنسميهم يعني بالأعياد وبالهيدي بتشوف الكنيسي بتاخدوا بطاطة ما لان الديني مقلوبي لبره طرقين للشارع صحيح بالأيام العادية ما بلما أننا عاد على الأصابع يعني ليه برأيك هل ياسوع صار إله مناسبات؟ منظوره بالمناسبات؟ هو إله مناسبات بس بالنسبة لناس هو إله مناسبات لأنه ما عندهم وقت أبونا منهم فاضي شو الأهم من الله يا ليلى؟ أنا بسأل ذاتي وبسألك مش هو اللي قال من لم يعكل جسدي ويشرب دمي لا يثبت فيي وأنا فيه؟ مش هو اللي قال أنا الكرمة وأنتم الأخصان؟ لا يا أبونا ما في أهم من الله وليش عم نعمل هيك لك؟ الأولوي لربنا ولي عم نعمل هيك؟ المعامين بدنا نحكي يعني ما نكتر نحنا كتير إله اللي من نعرف هيدا الشي بس مسؤوليتنا بس مسؤوليتنا يا ليلى نوعيهم سوتك واطي ما عم بسرع مسؤوليتنا يا ليلى انه نوعيهم يا أختي لهالكتار اللي ما عم بيعرفوا قيمة هالنعمة اللي ما عم بيعرفوا بدون يا سوع رحيب بسه نحنا ما منسكت أكيد نحنا منسكت برابا عليك لكن يعني بس هني بيعاملوا البدون إياه يعني هذا أبونا اللي مثلا لما يبلش بالوعظة كتير بينتقنا الاشياء هيدا هني بيسمعوا الموجودين بالمناسبات اللي عم بحكي على مسيحين المناسبات لكن لما يروحوا وخلاص انتهى انتهى العيد انتهى كل شيء بدنا نصلي بدنا نطلب من ربنا يفيد نوره اللي هو اللي عم بيشعلك نطلب لهم ربنا يفتح قلبهم همين وبصرهم وبصيرتهم حتى يعرفوا انه هيدا ربنا أول شيء الأولويه لإله قبل كل شيء ربنا وبعدين صحيح أنا بدي أشكرك يا ليلى على مشاركتك وعتصالك وسلامة قلبك طمنينا الزياد كيف صار؟ والله يا أبونا بعض وشوي بعض ولا هلا يعني ما صحي كتب نتأمل نحنا أملنا بربنا أكيد منصلي مع بعض عنيته ربنا يعطيه الصحة والعافية يا رب ويقوم بالسلام يا رب الله يخليك الله يخليك من تابع تأملنا بالانجيل والاتصالات بعدما افتوحها الدمكم فإذا يسوع جاوبه أجاب يسوع إن مملكتي ليست من هذا العالم أنا بدي أسأل هل يسوع هو إله بعالمتين وما لوجودهم؟ هل مملكة يسوع فقط في السماء وهم بالأرض ما فيه إلا جزور؟ هل عمل الله مكتر على عالم الذي لا يرى بحواسنا المادية؟ أو عالم الله ومملكته بتدئت في هالعالم؟ ما هو اللي قال يسوع ملكوت الله في داخلكم؟ ما هو اللي قال لي مملكة هالعالم يلي هي مبنية على المادة يا الله دخل ليقدس المادة لهيك قال لي إن أحبني أحد وحفظه والصياء أبي يحبه وينأتي ونجعل مقامنا عنده هاي المملكة الحقيقية إنه الله يسكن بقلبك وحياتك المملكة الحقيقية تصير نور لما ملكت الظلام لهيك تنحط على الجبل وبتضوي ما بتخفى مدينة مبنية على جبل ولأنه نور المسيح فيك ما بتقعد تحت المكيال بل بتضيق للذين في البيت ولأنه شهادتك حقيقة بتقول على السطوع حتى اللي بتسمعه بالدان ليس خفيا إلا سيعلن ولأنك شاهد للسلام أنت ابن للسلام طوبة لفعل السلام أبناء الله يدعون ولأنك شاهد للرحمة طوبة للرحماء فأنهم يرحمون ولأنك بتبين الوداعة أقوى من سلطان السيف والموطوبة للوداعات لأنهم يرسون الأرض ولأنك بتعرف المضطهد لأجل البر أفضل من المضطهد البر لهيك بتقول طوبة لكم مع الرب يسوع إذا اضطهدونا وعيرونا لأجل البر لأنه قلنا ملكوت السماوات كل هدول يسوع بدلش فيهم بالعالم بس عمل يسوع مثل الخميرة بالعجين ما بيبين اليوم قديش بيبين صوت الحق قدام صوت الباطل اليوم قديش إغراء الحي قدام إغراءات الخطيئة وما نروح لبعيد ما نروح لبعيد بعد هلأ مقطع ما نروح لبعيد إذا اليوم أنا عم بعطي برنامج تأمل هلأ بالإنجيل قديش عدد الحضور بالنسبة لباقي القنوات الفضائية والأرضية والمسلسلات والأكشن قديش بنحضر شي ديني يعني بيطلع يمكن جزء من ألف من مليون شو عرفني معناتها دايما أولوية لكلام العالم ولغراءات العالم وهذا مؤلم خلينا نوقع أخوتي وأخواتي بالراب بعد هالترنيمة اللي نابعة من قلب صلاتنا نحن بحاجة لرحمة الله شعب ومكرسين وكلنا مكرسين بكهنوت المسيح كلنا بحاجة لطلب الغفران مش فقط للخطايا اللي عم نعمله بحق ربنا بل بحق أنفسنا وبحق بعضنا البعض وبحق العالم اللي ناطر يشوف نور المسيح فينا ونحن يصرنا مطفيين لهكي منتبع تعملنا والاتصالات أكيد مفتوحة لاتصالاتكم الأرقام عم تمروا قدامكم كان باللبنان وخاج لبنان ومشاركاتكم تسعدني جداً وتغني البرنامج الحوارات اللي نحكي فيها مع بعض حول الإنجيل وحول الأفكار اللي عم نطرحها مملكتي ليست من هذا العالم فإذاً يسوء حدد مملكته أنا مملكة بمفهوم العالم بس موجودة في العالم مثل الخميرة بالعجين مثل الملح بالطعام مثل النور بالظلام مثل ريحة الورد بردام نتانية الموت وفساد الأرض لأنه الروح بيهب حيث ويشاء فإذاً يسوء له مملكة بها العالم وقال لكل هالإديسين كانوا من العالم ويسوع تصلى قال للرسل ما صلى لا يرفعون الله من العالم بل يحفظهم من الشرير وقدوا الجنود مملكة العالم نحن شهود المسيح شهود هالمملكة نحن الخميري نحن سفراء مملكة المسيح مثل مابول ماربولوس كأن الله يعز بنا نحن نفحة حياة بالذين يخلصون كل هدول مهمتنا نحن كمسيحيين نحن عيش عمل الله بحياتنا ومنكمل مش عمل المسيح نظر عمل المسيح الكامل كل لحظة من حياتنا بعده مستمر لهيك يسوع بيجاوب لو كانت من المملكة من هذا العالم لكان رجالي يقاتلون عني لألا أسلم إلى اليهود فاذا يسوعا بيقول أنه أنا مملكتي لو مملكة عسكريا بمفهوم هالعالم كانوا جالي أتفع عني وكانوا منعوك اليهودي سلموني إلك وكانوا عملوا ثورة وأعطوني ملك ورب للهيكل وشحطوا كل اللي موجودين وأعمل الطائم جديد أو ركب التركيبة جديدة وحكومة جديدة تناسب تطلعاتي وتناسب طموحاتي بس مش هيدا المسيح المسيح رفض يكون قاضي قال له لله أخيين أو اختلفوا من قام نقاضي أو مقسما عليكم احذروا ما تقوم حياة الأنسان بكثرة أمواله لهيك يسوع المسيح ما قال له لبيطار ولكن لأن مملكتي ليست من هنا ما أنا من أفكار العالم ولا أنا مش ما بفكره العالم أنا ما أنا من هنا سكت ولا كان دفع عني وهم بلاطس وقف الدم حيئة أكبر من الحيئة اللي تعود يتعامل معها كل يوم مع شخص ما تعود يشوف مثله كل يوم مع براءة ما تعود يشوفها بعالمه ولا برومة ولا بكل المناطق اللي زارها ولا حتى بالهيكل اللي كانوا اليهود بتدعوه أنه رب الهيكل سيكن فيه شاه براءة غريبة فقال بلاطس أنت إذن ملك؟ أنت بتعترف أنك ملك فإذن؟ أجاب يسوع أنت قلت أني ملك يسوع ما بنكر ذاته والديسوع عنا بيقول وكل التعليم المسيح بعلمنا أن أنكرنا فهو أمين وقادر المسيح قادر يثبتنا بالحقيقة وإذا ننكرنا هو أمين ما بيقدر ننكر ذاته ويسوع بيعرف من أجل ولوين رايح بس نحن المعترين اللي عم نفهم وين جينا ولو عم نفهم لوين بدنا الروح إذا ما عشنا مستوى انتظار المسيح أنت قلت أني ملك قد ولدت وجئت إلى العالم لأجل هذا أن أشهد للحق أنا ولدت وجيت للعالم فقط لا أشهد للحق كل حياة يسوع كل أعماله تقترم بكلمة واحدة الحق واختصر ذاته هو الله ليقول أنا الطريق والحق والحياة وقدر يعمل كل الأعمال يقول الحق هو الحق لا أحد يمضي للآب إلا بيه أنا الرعي الصالح هيدي حق أنا بعرف ننجيد قبل أن يكون إبراهيم أنا كان هيدي حق أنا والآب واحد هيدي حق أنا الألف والياء هيدي حق أنا البداية والنهاية هيدي حق هو ديان الله الآب لا يبدي أنه ستجعل كل شيء في السلطان لابن هيدي حق هو تم مشيت الآب حتى النهاية عمل ما يرضي هيدي حق لهك نحن عديشنا بعد عن الحق بكل الوجوه اللي عاشها يسوع وهون السؤال لما كنت سألت السؤال بالبرنامج اسبوع الماضي يسوع وقف قدام العالم دانه العالم وأدان العالم العالم دان الله عمله لأنه دعا أنه هو ملك وهو إله دانه اليهود لأنه جعل حاله بن الله ودانه بلاطس لأنه جعل حاله ملك وعده مجنون ويسوع دان بلاطس والكهنة لأنه رفضوا رب الهيكل وهو رفض ملك الملوك ونحن اليوم عم نعمل نفس الشي عمل دين الله إنه لو كان الله بيقدر كان عمل كذا وكذا وكذا مش عزوقنا بعداً مين بقلنا يسوع الله خلينا حاجة نفترض ذاتاً الدين خرب البيوت بيقولوا لولا الدين ما في صراعات دينية لولا الدين ما في حروب لولا الدين لولا الدين وعملنا يسوع سبب كل المصائب ونسينا السبب كل المصائب والويلات هي أهواء الساكنة فينا وشهواتنا الخاصة وتجاربنا وخطيانا والشرير اللي عم بيستغل كل هالأمور مش في المسيح دين المسيحي بحياته محرد على إنه إنسان يقتل إنسان حتى لو أسعنا استخدام اسم المسيح بحروب صليبية المسيح قدوس ويسوع ما قال له لا يعقوب ويحنى الله لم يرسل ابنه للعالم ليدين به العالم بل ليخلص به العالم عندش نبعاد عن فهمك هالكلام الإلهي برجع بذكركم بالاتصالات أرقام التليفون عم تمروا قدامكم بلبنان وخارج لبنان وبشاركتكم كما قلت بتغني هالبرنامج وبتسعدني اسمع صواتكم كلكم مثل ماسمعنا صوت اختنا ليلى من الإمارات مثل ماسمعنا صوتنا نادية من المانيا مثل ماسمعنا صوت اختنا سعاد مثلماسمعنا صوت إختنا برب من أوروبا وكل المونان يتصلون حب نسمع الكلف وجاء مشاركات الكلف يتابعو الربي وبدال وولدته يشهده للحق وكل من هو للحق يسمع يسمع صوتي كم حاجة النسمع صوت له اليوم??? هل عم نسمع صوت الله ...؟ هلأ منسمع صوت الله ...?? يسوع بيقول بإنجيل يوحنى بمثل الرعي الصالح أنا الرعي الصالح أعرف خرافي وخرافي تعرفني وهي تسمع صوتي وتتبعوني نحن نسمع صوت الله ونتبعه صدقوني ضيّعنا صوت الرب لأنه في كثير الشيء قد تمحل صوت الله بحياتنا سأعدد أجد التليفون مع كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي صار صوتهم كل نهار بداينا أجد التلفزيون بكل القنوات اللي مفتحت على العالم كله اللي بتلهينا أجد ضجيج برا اللي كل شوية منتناوز من شو شو عم بيصير أجد الأوضاع السياسية أجد أصوات الحاجة اللي بداخلنا للأكل للشرب للسكن لللبس للأطمانينة للإغراعات الحياة للغنى كل الأمور كلهم هذول الأصوات عم بيضجوا فينا وين رح يكون في صوت لالله بين كل هالضجيج وين رح يكون في صوت لندخل نقعد مع الله لنسمع صوته والكتاب بيقول أسمع ما ينطق الرب والإله في داخله لأنه ينطق بالسلام لشعبه وبالخيرات لأبراره قديش عم نسمع الصوت نحن؟ وقديش فعلا نشتاق نسمع صوت الرب تكلم يا رب فأن عبدك أو ابنك أو ابنتك تحبوا يسمعه قديش عم نقله للرب لوين نروح وعندك كلام للحياة الأبدية؟ سألوا إذا تكون؟ وأنا معكم نسمع صوت الرب قد ما نسمع كل الأصوات اللي حوالينا نحفظ أغاني، نحفظ مسرحيات، نحفظ شعر، نحفظ حساب، نحفظ رياضيات، نحفظ جغرافيا، نحفظ كمبيوتر، نحفظ مئة ألف شغل يصار براسنا إلا أن نحفظ بمية الله ونعيشها ويصنع، مثلما يقولون الرب لمرتة مرتة مرتة معجوعة بأمور كثيرة والمطلوب واحد الواحد قضعنا، شو بينفعنا البعية؟ بتابع الإنجيل، ومثلما تلكم بعد نفتوح المجال لاتصالات ولمشاركاتكم بأخذ اتصال، ألو، ألو مرحبا أبونا أهلا بلاطس، شهد لألك أكثر مني أنا، يا رب الأرض والسماء، مين معي؟ ألو؟ أنا أميرة أبونا، أميرة إذا ممكن تسمعيني من التليفون وتوطي صوت التلفزيون من وين عم تحكيني أميرة؟ أبونا ما عندي تلفزيون، هو ورصة من التلفزيون، تصل عليك أهلا وسهلا، من وين عم تحكيني؟ ألو؟ أبونا، احنا من كندا أهلا وسهلا فيك، تفضلي شلونك أبونا، أغبارك؟ أريد أن تعليلي قليلا صوتك أميرة لأن أسمعك أنا وأخينا مشاهدي أنا أريد أن أشكرك على الخلقات التي تفعلها نعم أبونا، أنا لم أخبرت الحلقة من بدايتها، لقد جئت على البيت، لكن أريد أن أحب ما هو الموضوع الذي تطارح في بداية الحلقة؟ أنا الموضوع الذي تطارحه أميرة اليوم، يسوع بإنجيلة دي سحنة لفصلة 18 من الآية 28، يسوع وقف قدام بلاطس، وقلت اللي سلم يسوع لبيلاطس هنين الكهنة ورؤساء الكهنة، يلي أجا يسوع لأجله وما استعبله، أتى لخصته وخصته ولم تقبله، أديش بشبهونا نحن المسيحيين، اللي بعدم أمانتنا للرب وشهادتنا وحياتنا لمجده، منسلم يسوع للأمم، كما سلموا لبيلاطس، يسوع اليهود، ومنحكم عليه بالموت، وعندما الأمم يسل ببول، ولماذا قتلوا الله، ما نحن سبب، نحن اللي أسلمنا، كما نعيش إيماننا، كما نكون خميرة بالعجين، كما نكون نور العالم، كما نشهد لفضايا المسيح فينا؟ أكيد كثيرا، أكيد كثيرا، نعيش هذا الشيء نعم، وصلك الموضوع أميرة؟ أقول لنا يا إخنا يوميا نتصلب المسيح، تطرفاتنا وحاجاتنا وكل شيء نتصلب المسيح، وبقا عنا شو الحل برأيك؟ شو الحل برأيك؟ ألو؟ شو الحل أبونا؟ الحل أنه إيمان ما ضل أدنى وأنا أختي لك بصراحة إيمان ما ضل أدنى لأنه أدنى إيمان كنا ندول لهذا الجبل وانتقل منه ليش ما منطقت يا أميرة؟ كلها مغريات الدنيا ليش ما منطفد ومنشهد للمسيح أنت اليوم بكندا وكندا أنا رحت لكندا وبعرف عديش في حاجة اليوم لينزرع المسيح اليوم عم بيروحوا متعصبين وأصولي إسلام وغير إسلام وعبينشوا كل شيء ليه نحن منستحي بمسيحيتنا؟ ليه نحن منستحي بمسيحيتنا؟ ليه منستحروا على الكنيسة؟ برافو عليكي ليش بدنا يوم الأحد نفضل نربح كان دولار على أنه نروح نعدة؟ ليش بدنا نستحي بالمطعم نرسم إشارة صليح؟ ليش بدنا نقول أكوه نعم صح كل حد شك صح أبونا نحن يتح نحن نصل بالمسيح يعني أريد بس أوصل الكلمة أنا دائما أتابع البرنامات برافو عليكي برافو عليكي يامري بس تذكري فمختصر المفيد أنه أنا دا أروح على كنيسة كنديين وأبونا سوري على هالكلمة أروح على غير كنيسة مع العرص عليك دا وصل هذا الشيء أبونا ليلة العيد كنيسة العرص كانت عرص أزياء للهدوم بس يعني عم تفهم عليها اللغة العرص فمت عليكي مشان هيك أنا أعمل لي الكنيسة الكندية جايين عبالت بهدوم يعني يعني بصاعة أبونا ما أنا أعملك مشانك روحي أنت واجيهم إيماني لحتى يستحهم من فطحيطهم يعني عم يطلبون المسيح باللبس برافو عليك برافو عليك برافو عليك أنا بدي منك ومن الكثير أمتالك لما مروح على الكنيسة مبين الله مش تيبناه ونعمل عرض أزياء برافو عليك مشان هيك لازم يكون فيه شهود للحق ونعطي ما لله لله وما لقيسر لقيسر وعلى الحفلة يبسوا بالدنيا بس وعلى المسيح مسيح أبونا أنا الوحيدة اللي بيحض إشار على رانس ويبحث على الكنيسة برافو عليك أنا بشكرك مرسي لاتصالك الله يخليك يا أميرا والحمد الله الله ينصينا القوة مرسي لألي ما يقولون متمسكين بشرقيتنا وبيانتنا المسيحية ونقرف معناتنا شكرا لاتصالك أميرا الله معك باخد اتصال جديد ألو 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 بلاطو الشهد لألك يا ربي أنا أكثر مني يا رب الأرض والسماء مين معي؟ ألو معك مخلص أبونا مخلص أهلا وسهلا فيك علي شوي صوتك أب اسمعك يا مخلص معك مخلص هنا ألمانيا سمعتك مخلص أهلا وسهلا تفضل بعلي صوت يا أبونا حتى نارية تسمعه بالهول لا سمعتك هلا تفضل نعم فضل أبونا أنت لا تحكي على بلاطوس يسوع نعم فبلاطوس كان قائد نعم وظلم يسوع نعم لكن المؤشف أنه قادتنا احنا بالكنيسة أم ذا يظلمون يسوع لأن ما يوجهون بالتوجه الصح نعم فهذا يعني الراعي الصالح يجب أن يركض وراء الخرافي هذا ما تعلمنا عنه لكن الآن المظلوب الذي يصير هو أنه الخرافي لا تطلب من الراعي أن يهتم بها وهذا المشكلة الرئيسية هنا في ألمانيا لاحظ أنه أطوى أرثودوكس وكوكاتوليك وانت شفت ممكن فئة من هذه موجودة في كليسة لماذا لا يستطيعون يستطيعون الطواقف أو الفقوس ويستطيعون ثلاث قدادية في الشهر مكان ما يكون قداس واحد لكن رؤساء الطواقف غير قادرين على إدارة هذه الطواقف بصورة مسيحية وما يطلب منهم المسيح ما الأسف أبونا؟ المؤلم يا مخلص هو عم نتم من نبوقة حصفية للنبي اللي بقول رعاة كثيرون أفسدوا كرمي الناصحة أكلوها والمريضة ما عالجوها والرب يقول سأأتي وأسترجع هو يسترجع كرمه ورعيته من هيك رعاة والله ينجينا ما نكون نحن أولون بس المؤسف مثل ما تفضلت يا مخلص انه اليوم اللي سلموا المسيح ربنا وإلهنا للموت مش الأمم لليهود اليهود يسلمون للأمم اللي هنن شعبه وخصطه هنن اللي رفضوا ملك وهنن مثل ما قالتها كل النبوءات بتدل انه يسوع ملك من الملك للكتاب المؤدس لكل النبوات كلها اللي انت بحثونا في الكتب فهي تشهدوا لي لو تؤمنون بي اللي أمنتم بي لكن مشكلتنا اليوم انتقلت من اليهود لألنا يعني منعد حالنا مسيحيين وخاصة بيت الله وخاصة أنا ببتدي بحالي ككاهن ونحن أبعد ما نوصل الله للناس لأنه بناتنا دخلت الغيرة ودخل الحسد وإذا منحكي معه يا أبونا يجب أن يلقى حال نعم نعم مخلص أبونا يجب أن يصير هناك حال للشرقيين اللي في أوروبا الشرقيين بيتأثرون بالغرب نحاول أنهم غربة خلينا نتأثر بنا لكن لا يجب هذا الشيء لأنه نحن أدعاق خلينا يصير الرؤساء خلينا يتفهمون الغرب ماذا نحن وكيف نعيش نحن بحاجة اليوم الشرئية نتحد بمحبة الله ونصير واحد لحتى يعرف الغرب نحن تلاميذ المسيح ويوصل هو كمان يسترجع هويته المسيحية مرحبا مرحبا نعم أبونا هو نعم أصلا سوف نصلي ونصلي ونصلي لكن إذا لا يوجد فعل ماذا الفايدة؟ نسعى يا مخلص نسعى نسعى وإن شاء الله يكون وصل للي يسمع وصوتي الضعيف يكون وصل وطالما أنت عم تسعى وأنا عم بسعى وفي كثير نواية طيبة لابد من أن نوصل نحن نسعى أنه مع ربنا لا أمر صعب ولا مستحيل أنا أريد أشكرك يا مخلص ويجعله إياك يا رب نرجع أخوتي إلى الإنجيل إلا إذا كان هناك اتصال جديد وما عندنا الخطوط مفتوحة والمشاركات مفتوحة وهم أريد أن يقول شغلة نحن الكهنة ورسالة خاصة للكهنة لا يسوى منع شهدتنا للمسيح بمحبتنا لبعضنا لبعض صدقوني إخوتي الكهنة وبترجاكم تسمعوني كل واحد منا عنده موهبة من نعم الله ما في حدا بحل محل التاني ولا حدا بيقدر يكون محل التاني وياخد محله كل واحد منا بيكمل التاني وكلنا سوا منكتمل بالمسيح لك حرام 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 نسكر كلمة الله من خلال مضايقتنا من بعضنا لبعض أنت لأنه صوتك حلو بدي يسكر عليك لأنه ببين قبح صوتي أنت لأنه طوعص حلو بدي يسكر عليك لأنه ببين ضعف واضي أنت لأنه خدمتك منيحة بدي يسكر عليك لأنه بيبين كسلي أنت وأنت والكنيسة اللي عم تغرق ويسوع اللي عم ينصلبوا كلنا سوا خلينا نكمل بعضنا بطرس بيكمله بولوس وبولوس بيكمل مع يوحنة ويوحنة بتكمل متى ومتى مع مرقص ومرقص مع يعقوب وكلهم بيكملوا بعضهم الرسل والتلاميذ والمسيحيين كلنا عضاء لجسد واحد والرسل والمسيح مع كل أسف بعدنا لف من هالشي لا بالغرب ولا بالشرق أنا كاهن ما صرت كاهن لطيفة صرت كاهن لالله والله لكل الناس أنا عم بعمل كنيسة مش لطيفة كنيسة لبيت الله لكل الناس بيت أبي بيتها صلاطين يدعى لكل الأمم نحن ما صرنا اليوم مكرسين للرب لحتى ننغر بالشعارات اللي منلبسها أو بالإشياء اللي منحطها وكأنه صرنا فوق الناس نحن من هالناس ونحن خدام لهالناس باسم كلمة الله اللي فرضتنا للخدمة تابع بالإنجيل وبرجع بذكركم بعرقام التليفون اللي حبيب يتصل ويشاركنا فإذاً الرب يسوع بيقول مملكتي قال له ليستنا العالم وأنا ولت له أشهد للحق وكل من كان من الحق سمع صوتي قال له بلاطس وما هو الحق شوفوا هالسؤال شو مؤلم واحد واقف قدام الشمس شو هي الشمس؟ وهي ومغطى فيها واحد عب شم ريحت الوردة يقول شو الورد؟ وانت الوردة مغطيتك من راسك لأجريك واحد عب يتحمم بالبحر ويقول ما هو البحر؟ وانت بقلب البحر وهون بتذكر قصة بتدلي يمكن نكتنة ولكن بتدل قوات الإنسان كيف يكون جاهل؟ لكن أول مرة رحت إلى فرنسا ورحت إلى باريس نزلنا من الديل اللي أنا فيه لنشوف ومشينا بقي بيننا وبينه بناية وهو أطول من البناية أساساً وكنا عم نسأل وين تور إيفيل لأواحد فرنساوي طلع فينا وصيد ضحك شون خاطئ قالنا طعوا البناية اللي حاجبتكم بتصيروا على بيت ساحة تور إيفيل وكتير قوات نحن المسيحيين يكون خطيطنا حاجبوا الله وعم نسأل وينه الله؟ طلع من خطيتك بتشوفه طلع من أنانيتك بتشوفه وانت عب تسأل يا بلاطوس ما هو الحق والحق كله قدامك شو الفايدة طالما انت مستعد تقتل الحق لتحافظ على الباطل شو الفايدة إذا عرفت الحق وانت مش هتمشي فيه لايك يسوع رايح تسلح بتشوفه بالصمت أما هو فكان صامتاً ليش؟ لأن كل شي معاش يفيد عندهم عمل قلب عموا عيونهم وسكروا آزانهم لألا يرجعوا إلي فيهم حسوا حتى قلوبهم وما هو الحق قال هذا وخرج إلى اليهود عمل حواره مع يسوع وحاول يوعي بشي خطي لأ ما في شيء الكل شي عم بيحكيه كان أكبر من فهمه لأبلا طول لأنه واحد يقول مملكته من العالم مثل ما كتير يقولوا عنهم بقول مستطيل بيجوا بدعوا النملوك مثل ما أنا بقدر بقول اليوم أنا ملك مين بياخدني على محمل الجد؟ ما في حدا بيعرف الحقيقة إلا يا الله بس الله مشكلته لما بقلنا الحقيقة ما عم نغضع محمل الجد وكأنهم نعاملوا كأحد المجانين أو الشردي العقل أو الإنسان المشطبيعي وقال لهم لليهود أنا لا أجد عليه علا شفتوا كيف شهد للحق هني قالوا له لو لم يكن كفى على الشر لما أسلمنا إليه هو جوابه ما لقيت علا ما شفت هذا الشر اللي بتحكوا عنه من هون قلت بشعاري بلاطس شهد للحق أكتر إلك أكتر مني أنا يا رب الأرض والسماء قديشنا نحن بحاجة لنشهد اليوم للحق نذكركم كمان مرة باتصالاتكم على الهواء بأرقام التليفون اللي عم تمروا قتامكم مثل ما نكون شايفين بلبنان ما حدا يستحي إنه يشارك كان بلبنان أو برات لبنان لأنه مثل ما قلت مشاركاتكم كتير مهمة شوفوا أختنا اللي اتصلت من شوي وصلت على البيت وفتحت القناة ويمكن عم تحضر ويمكن ما عرفت برنامجنا ولو سألت ومش عايب واحد يسأل ويشارك أنا استفدت وهي بظن كمان استفادت لحتى نكتمل بكلمة الله عني لم أجد عليه علا شو كان وإنه من العادة أن أطلق لكم في الفصح واحدا أنا بعيد الفصح في عندي عادة عم بحاول إطالع يسوع بطريقة ذكية مزعي الحدا وبيعرف أن يسوع قلت سلموه حسدا واحدا هتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ هتريدون أن أطلق لكم يسوع؟ ماذا أعلم؟ ما فيه شيء؟ ماذا أعطيكم يسوع؟ لا ما بدنا يسوع أنا كثير من أسألوا اللي أبونا خوض الله وعطينا شوية مصاري كثير من أسألوا علاقتهم بالكنيسة المبنية كيف تقدم لهم الكنيسة وبتكون حدهم بالمال أكثر ما كيف ترافقهم وبتعطيهم كلمة الله غريبين كأن الكنيسة اختصرت بخدمة الموايد اللي قال عنا مار بطروس لا يحسن أن نترك خدمة الموايد خدمة الكلمة اللي نخدم الموايد لأنه صار عندهم جوع للبطن أكثر من جوع للروح ولأنه صار جسد صار أكثر ما هنين مولودين من الروح وصار بيعنيلهم أكثر أنه يكونوا أبناء الجسد أكثر ما يكونوا أبناء الله وصاروا بيرجد وراء المسيح مثل ما قالوا لهم قالوا ليوا أنتوا ما بتتبعتوني لأنه عيهون على الجبل لأنه أكلتم وشبعتهم وبمثلة تبطونه ونحن كثير مسيعين أبونا شو عم تقدمنا الكنيسة لنصلي شو ده تقدم لك الكنيسة شو عم تطعمينا شو عم تصقينا شو عم تعطينا مصاري ليش ده تصلي بدك مصاري ولا تجي تاخد الله بده يدفعوا لك لتتناول الله وبدأ تدفع لك الكنيسة لتغسلك بالسر الاعتراف وبدأت فعلك الكنيسة لحتى تولدك بالمعمودية وبدأت تدفع لك الكنيسة لتبارك زواجك وبدأت تدفع لك الكنيسة لتوقف حدك بالمرض وتمسعك بسر التوبة أو تدفع لك الكنيسة لتصير كاهنational لازم تقدماما لايشيك وطالع باللي بخدمتك لا أعرف كيف نكون سخيفين إذا لا أقول أكثر من سخيفين مجدفين نعمة الله اللي لا أعرفه إمتى لهيك يسوع لما وقف بلاطسة ما لقيت عليه عليه بطلقون يا؟ لا ما بدناش تطلب لأنه إذا طلعت راح يجعي خربت كل شيء وبدنا نخلص بقى من هالصوت المزعج بدنا نخلص من شي اسمه يسوع المسيح بعالمنا لأنه يوم اللي ينطفى يسوع من عالمنا منعيش عزونا هيك فكر الابن الضال لما ابتعد عن بيه فكر أنه يعيش الحرية مع كل أسف عاش الخطيئة والإباحية تيرين مننا بيفكروا إذا ابتعدوا عن الله بعيشه أحرار ما بيعرفونه بصيروا عبيد لأنه الله وحدهم اللي بيحررون من هون كلام يسوع فصاحوا من جديد قائلين لا هو بل برأبة وكان برأبة لصا وكان مجرم صوروا على فضل المجرم على الله مثل ما نحن منفضل المجرم على الله مثل ما فضلوا الجدريين يسوع يطلع من مدينتهم لأنه خان الخنازير مربح لألهم أكثر موجود الله بمدينتهم ومثل ما منفضل كثير من اليوم أبونا إذا نصير مسيحيين يعني فيه خسارة ما مننا مستعدين ندفع التمان أنا مش مستعد أبونا سامح لأنه ضعف أنا مش مستعد أبونا أخسر مال لأنه هذا الجهة اليوم معك قرش وتسوى قرش أنا أبونا مش مستعد أخصر مركز مبني على الكذب والاحتيال لعيش الحقيقة لأنه ما بمشي حالي أنا أبونا إذا ما سياد هذا الزعيم اللي بعرف كل عيوب الدنيا فيه بس بدي عمله قديس نزل بعفة مفخوطة من السماء وقاله جواني وقاله ما بعيش أنا بفضل أبونا أرضي الزعيمة لأنه أرضي الله وضميري وولي الحياة أنا اليوم بفضل أبونا أمتلك الأرض حلاني أمتلك السماء باخد اتصال ألو بلاطوس نعم حبك أكثر مني أنا يا رب الأرض والسماء صحيح شهد لا ألو أكثر مننا مين معي شفيقة شفيقة سهلة وسهلة فيك يسكتنا لصوتك اليوم أبونا عم بسمعك من أول الحلقة شالله عجبك بس بيترك الواحد ما زال لغيره كتير أكيد أبونا شو بتحتي يعني بنلاقيه من حق الله أبونا لأنك تشرح لنا سارح دقيق جدا نعم كتير كتير بنفرح بسارحك لألنا وأنا بفرح لما بسمع صوتكم كمان الله يخليك حس حالي مش عب بحكي أنا والكاميرا لا لا في كتير أبونا عم يسمعوا بس إن شاء الله الله يقدرنا ونقدر نعيش نعم مش باش نسمع أمين إننا نقدر نعيش نقدر نفرج يسوع نفرج إنه مستحق نكون مسيحيز مستحق ندعى اسمه نعم ما ضعي أنا بديث عليك يا شفية لما نحن منفضل أمور كتير كتير على الله ومنكتفي بالواجبات مع الله ومنعيش العبودية لكل شيء لأنه بيريحنا ومثل ما قالت ما شوي منسمع صوت التليفون والتلفزيون والعالم والضجيج وعنانيتنا وشواتنا كتير ما منسمع الله هل منقدر إنه إحنا مسيحية؟ لا لا ما بنستاهل وكيف عم نعيش لك وكيف عم نعيش؟ لا لأنه عم نصغي لصوت صوت اللي ببعدنا عن الله شو المربع فيها بها الحالة؟ ولا شيء بنخسر نفسنا بنخسر روحنا بنخسر 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 ملكنا اللي هو افتدانا بدمه إجلا خاصته خاصته ونحن مقبلناه صحيح هو إجلا يخلصنا ونحن مقبلناه أنا بقولولي ناس يا شفية يسعلنا مستحقين إنه نقبلت صحيح في ناس بقولولي شفية أنا راي على السماء لأنه معمد أنا راي على السماء لأنه قريب لإديش شربيل أو لإديش رفا من عيلتنا أنا راي على السماء أبونا لأنه أبوه بالواجبات هاني هاني الشغل هان على الأرض نقدر ننقل كلمة الله لغيرنا أنا نقدر نكون مثال قدام غيرنا أنا بدي أسألك شفية شو الأهم اللي بتعميلك معتك أو اللي بيغزيلك روحك بكلمة الله لا قلت البغزيلي روح يا أبونا أنا بعرف يا شفية لما منروح عند العالم ومنقلهم عم نعمل كنيسة وعم نعمل مشروع لنوصل كلمة الله لكل الناس ما حدا بيساعدك نقصنا كلام بيعين كلام بيكفي كلام بينما إذا بتقول لهم في واحد جوعان بيساعدوه ليش عنا حماس نطعم المعدة أكثر ما نطعم الروح هلا أبونا الروح مثل ما عم تتفضل حضرتك في كتير يعني إطلي أبونا شفية دون حضرتك ما منق بس هيدا مش غلط كمين انت عمي إذا انسي جوعان لأيني وهيك غلط لا مش غلط بس عبولي الأولوية هي للجسد أو للروح لا أكيد للروح أنا بتعميله جسده لعورجيه إمته الإنسانية مساوي لأيلي ولووصله لأله بس إذا بس بتعميه وما بوصله الله شو كنعمل أنا أشيك أنه مرابو عليك أنا هذا أشكرك علي شفية وأنا بشكر اتصالك أشيك أبونا شكرنا بسلاطك أبونا أكيد مرسي لألك قبل ما ننهي بأيديتين نصع بإلي خينا بدي يشكر كل اللي شاركوني بالاتصالات اليوم كان من أوروبا الكم من أمريكا الكم من كراكس ما بعرف من أين من كندا من أبرس من أي مكان أنا بشكركم أو من لبنان أو خارج لبنان بشكركم كلكن سوا وأكيد كلكن بسلاطي والله يبارككم يا رب وإن شاء الله يا رب يكون هاللي حكينا اليوم مصر لأقلوبنا ويغير بحياتنا نحو الأفضل ويكون فرح لألي ولألكون أنه عم نزرع كلمة الله بحياتنا وحياة اللي منحبون وأنا بحبكم بالرب بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا رب بارك كل اللي يشاركوا بهالحل أو سموه أعطيهم النعمة وأنا معهم أنعيش اللي بيرضيك بحياتنا سامحنا يا رب عن خطيانة وأنا أولهم لكل مرة سلمناك للموت كل العالم أعطينا القوة لنمشي معك مسيرة الألم لنوصل للقيامة وأعطينا ما نتألم كألم فرد علينا بالعكس لأنه منحب ولأنه الحب لأجلك يا رب ما بود الألم إلو معنا لأنه ألام الدهر كله ما بتنقس بحبك وبمجدك وفي وجودنا معك يا رب لكل مريض كون الشفاء خاصة ابنك زياد لكل تعبان كون الراحة لكل يا رب ضايق كون النور والطريق والحياة ولكل محتاج كون الملء ولكل تعبان كون الراحة ولكل مجرب كون القوة لكل مجد يا ربي مع الآب والروح وشفاعة ابنة مريم مع كل اللي اديتين معنا لدهر الداهرين أمين شكرا للكم بنلتاعي زال الله راد على نور الشرق تلاتة جاية واللي حابة بيسمع الحلقة من أولا وعجبته وحابة بيوصلها للآخرين موجودة على الفيسبوك وبتنزل السبت على اليوتيوب وبتنعاد الحلقة يوم السبت بتوقيت لبنان واحدة الظهر نشكركم من كل قلبي وربنا يبارككم وشكرا لمحبتكم اشتركوا في القناة